اشتركوا في القناة سوي تشكيلة دكة حلو حلو الاقتراح انت اكثر واحد فرحان بالموضوع مرسول حقاتل على لاعب حراسة طيب نبدأ بالحراسة بون واحد حلو رجع فريق المبارا معاد جاكوب عارس الفتح ريني عمر انا كنت بقول بونو بس اننا استقبل ثلاثة فاروح مع معاد حارس الفتح كما في نفس الوقت تعال ترى حارس الفتح حارس الفتح حارس الفتح حارس الفتح يا اخي لا تأخذونا احد من فريقهم انا زعلان ما احد يأخذ احد من فريقهم لان بونو يا اخي ودك تحطه لا لا والله بس لا يعني حتى الخروج الكورة من رجله ما كانت بيرفكت فاماكن ما كانت تماما صراحة صح محمد انا ريني حارس الفتح طيب تبقى نلعب اربع دفاع لازم اربع دفاع ماذا ما عجبت اربع دفاع اي انا ثلاثة انا ما اشفت انا ما اشفت اوه يحب اي ثلاثة يستة انا ما ايبرا ايبا 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 اربعين ا اخي ما احلك عربي انا انا احنا مع بعض انا قلوب الدفاع في الجولة طيب أنا أشوف ثلاثة دافعين والرأي لكم يعني دعم أنا تشكيلة تصويت ها أربعة أو ثلاثة أربعة أو ثلاثة أربعة أبراهيم أشبك بدي تغير حائق اشتريه اشتريته الثلاثة أيها أيها تحسي الوسط بدعه أكثر إيه خلينا نطير إيه خليه ثلاثة 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 والله أنا مع الثلاثة معاذ مقنع أوكي أوكي ثلاثة سنة يلا أبدأ معاذ أعطنا اقتراحاتك القلب الدفاع وليد الأحمد وليد الأحمد فنان مدافع التعاون ست الهدف اليوم أوكي هلان صفر فازو أربعة أو واحد أوه ست الهدف لأنها شباك نظيفة أقول أوكي بس يعني في الوقت اللي ما في أحد مدافعين رائب وليد الأحمد عمر مين أنا ودي أرشح شرحيلي بس برضو مستقبل وخسران بس أحس أنه أمس كان الحالة كان يقاتل لها نحن نعطي لعب واحد بس لا يعني نصوت وليد الأحمد اتفقنا عليه نوع عمال لنسجل اليوم وفي النهاية نبغى أنا أتوقع أنا أفضل اللعب المحلي بسراحة إيه وليد وليد الأحمد القلوب الدفاع تحديدا وش رائب طيب شرحي وفي بعد مين قايف يسترني في مروان سعدان عجبا مروان سعدان على بالي بسراحة بسراحة يعني أنا أختار ثلاثة طيب عشان طيب مروان الروح ما مروسة مروان ياسر لا لا مرة والله طيب أنا بالنسبة لها على التصويت هي أربعة ضد طيب صوت ايه قوله أقول لاعب لا لا نختار لاعب بعدين نصوت عليه يعني أنت قلت مروان احنا اشترينا الأربعة آه وخلاص مروان مروان سعدان جمبو وليد الأحمد أين ما اشتريت وليد الأحمد ما اشتريت لا ما اشتريت مين يعني مروان سعدان كليبالي شرحيلي كذا ما تخيل أخ كليبالي بنزيمة جامل وراديك طيب مروان سعدان آآ بلايهي شرحيلي بلايهي أنا شرح بلايهي لعب براء أحلى ايه صراحة لعب براء أحلى من كليبالي يعني أجل صراحة الوليد الأحمد والبلايهي ما شفته وليد الأحمد عشان أقول لك صوتي لا وليدي قلت لك ما شفته هو بالإدفاع بس يعني بثقة أكيد مرة شرحي في معدر الخير وش رحي يحصل في التصوير صعب أن نجد اللحق بس أنا قاعد نشوف على الأقل الأهداف أوكي أوكي بنانا على على صفت يلا يلا الدفاع وقفنا كثير تذمتك ايه وليد الأحمد وليد الأحمد شرحيلي شرحيلي ولا مروان استنى وليد الأحمد مروان سعدان استنى اشتريت معي شرحي الذي شرحت مني وليد الأحمد وشرت منك مروان سعدان مروان سعدان مروان سعدان منتعين منا اليوم ابوه كيف ينفر أنا أمير للبلي لا ему ما لا بليه ولا بليه ولا بالي شرحيلي ولا بها ولا أن graveyard أذهب معك شرحيلي شرحيلي لا شرحيلي شذ mount شرحيلي لا بليه ولا بدا شرحيلي 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 مرون سعدان وليد الأحمد طيب نأتي إلى الوسط إبراهيم واضح أنك مخالص من الوسط نتهي منه و هو ملاعب الجولة كمان فابي؟ فابنه اشتريت فابنه؟ ايه؟ اشتريت طبعا فابنه مين جنبه؟ هندرسون اكيد هندرسون و ما قاله معاد بقوله لامة كاملة أنا معاه هندرسون انا تمام عمر ما رأيك من جنب هندرسون و ما رأيه لاعب من أول تشكيل الجولة هو مستمر بروزو بروزو بس أنا أشعر أن الناس تطفع قليلا يقولون خلاص نصراوي بصراحة حتى كرنادو حتى كرنادو من أول الجولة مستمر من أول الجولة وأنا أشعر أنه حتى الجولة هي اليوم هناك إحصائيات البروزوفيتش مرعبة أتوقع لعب أكثر من كمجمل إلى الآن أكثر من أربعين كورة طويلة تسعة ذاتين صحيحة بس نتكلم عن الجولة لا تأخذك العاطم فابنه ومين قلنا ما ابنه؟ هندرسون هندرسون نضع مدران مدران صنع حدفين ترى اليوم صنع حدفين تسعة فاصلة واحد لا يستحق هزين أربعة وما قد ذكرناها أربعة وصل لا حنالعب ثلاثة أربعة ثلاثة أ fifirmi أنا سأقول ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة لن أجد مكان لبدنة أرجوك كذا أحلى صح؟ باتنا سيلعب اليوم هاتريكو ولا كم؟ والله ما حيمر سامحوا ما إيش؟ ما حيمر تشكيلتنا بس خلوني تخيل كيف صح؟ ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة طيب معناته فابنهو هندرسون مدران باقي واحد في الوسط أنا أقول كورنادو كذا شربة وراه في ثلاثة وراه عندك فابنهو مثبته طيب وهندرسون وهندرسون ومدران ترى كله أنا أرى كورنادو كورنادو يعني معاذ معاذ يبغى يحط وسط من الإلال يا بالله بالك أحد غير كورنادو ومدران مثلا أنت مدران معنا صح؟ حين أعجب لك واحد من الأخدود فابيو مارتنيز اللعبة وسط فابيو مارتنيز لعبة هجوم لعبة وسط فابيو مارتنيز خمسة أهم مع الشباب سجل الظاهر الثنين الخليج وضد الشباب وضد الجناح طيب نحط الجناح يمين ما دالا ما دالا يمشى هو قصد عشان ما يلعب باتن عارف عارف سندين اعترف ستلعب عنده ستلعب رأس حرمة باتن أنت طيب عمر فالوسط أنتم قلتوا منه هندرسن مدران كورنادو اي باش كويس كورنادو ما قصر قدم برامة طبيعية اشتهر طيب معناته اعتمد للوسط الهجوم الجناح اليمين نبدأ من الجناح اليمين شوف انا شوف نكترات حط جناح خلها لبده ثلاث مهاجمين عندنا من المهاجم الاول متروفيتش متفقين شريةوا كلكم متروفيتش ميشيل يعني لازم نذكره نزل كان علامة الفارقة صدق لا بس ما حلعبه في تشكيلة الجوة طيب فابي مارتينيز سجل هدفين هدفين عشان بس لو هي على كده اريد شوف مترو باتنا يمين وانشي فيه واحد فيه ماني فيه انسينا دنبلي دنبلي مهاجم مهاجم اتفاق قص عيال فارسة الدهناء ما نفسها وكريستيانو كم سام ثلاثة بس شوف انا اقول نغير كريستيانو قرب قرب راهيم يعني بنقيسها في ظروف انا فاهم انه في هناك عناصر جيدة بس واجهت مين في المدافعين عشان اقول لك انت واجهت مين فاهم يعني باتنا اللي سواء اليوم مثلا في مباراة اليوم مو طبيعي كونه انه خصمه لحلي لكن لو اللي سواء باتنا اليوم مثلا قدام الاخدود مع كل الحب او قدام مثلا ضد ضمك وكذا ما كنا نحن نأخذها بالتفكة ضد ضمك ضد ضمك فاروق شافع وبدرون وزغبة في الباب زغبة ترى في يومها اجرى كذا حمدان هلعبوا جناح عادي بس يعني خلاص مترو فتش مترو باتنا باتنا ومين في اليسار معني ولا غريب في اليسار والله غريب كريستيانو كيف غريب اليوم بس انه ودنا نغيق والله ضيع كثير بس ما اقصر كريستيانو كم ساهم اليوم ثلاث اي ثلاث هداف من خمسة واكثر الحين اكثر واحد صانع واكثر واحد صانع واكثر واحد سجل كريستيانو حتى الجول الخامسة هذا الطبيعي منه شوف هو طبيعي بس ودنا نغيير يعني انا نقول صح صح يا فابيو يا دمبلي فابيو دمبلي دمبلي مكان ما ترفتش يعني يصير لا لا هم ثلاثة مهاجمين يصرحون ما بينهم يعني هم جالسة لعب جناح هم ما بينهم وهم بكيفهم اي يعني هي تشكيلة الدك هيري فقد لعب هذا جناح انا في الحلقة اللي لاحظة حطينا سلطان غنام افضل ظهير طائر حطينا قلب دفاع فهو حيتصرف كيف فانتيزي استعمل طيب هو فانتيزي بالضبط لتمتي معناته نروح مع مين قلنا اخر شي مترو وقلنا مرات باتنا اي باقي ذات يا فابيو انا اروح مع فابيو لانه واجه الشباب وكان هناك صين طرت يعني وناك صين وطرت فاروح مع فابيو اه ياسر دمبلي انا دمبلي اعمر دمبلي كنت راه في الهدف الثاني مغري بالضبط هو هذا موفضل هذا جاء تشكية الجولة بس مغري شبي طيب راح يتموضع فابيو فابيو يعني الفاصلة هنا انت ايش الفاصلة هنا اي انت الفاصلة انا انضمن انتم مختلفين على فابيو او دمبلي اي يلا اه انا ما شفت الى واحد منهم دام الخلاف مع يسم قلولي مطرود والخليج اوكي فاكي دمبلي دمبلي خلاص ما لاتتروح مع دمبلي اوكي دمبلي مترو باتنا هذه تشكية الجولة نسيت انا من المدافع عموما هذه تشكيتنا ثلاثة اربعة ثلاثة الروح ل الروح توقعات الجولة اهداء صعب يا اخي ما شدقنا ننسى والله ما اخذ طب الروح للفقرات الثانية واخر شيء توقعات الجولة يلا افضل افضل مدرب يلا افضل مدرب في الجولة بلتش بلتش وش سوى بلتش سبعين دقيقة فريقة محشور يا عيال مو عشان نسكور النهاية خمسة واحد نحط بلتش معلش اوكي رأي عاطفي صح بس والله صدق بلتش اليوم كان اظهر الفتح بشكل بالنسبة لي انا شفت الفتح فريق مرة متواضع وقدر اوصل المرماع عشرين مرة خلاص تقار رأيه يا اخي اناقش اناقش يا اخي ايه اناقش اول فوز فوز اللي يفتح على ملعبه وجاء بعد خسارة على ملعبه من النصر خمسة وجاء في افضل حالات عادل لا تعادل ضمك اول فوز الفتح اول فوز الفتح على ملعبه وجاء بعد خسارة من ملعبه من النصر هو لعب النصر ثم انضمك تعادل معه اوكي اوكي فوق هذا جاء من الاهلي اللي كان يعني متصدر وجاء بقوة كذا انا بيلتش اه عمر ها عندك افضل نحن نتفق على واحد كلنا لا 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 الواحد حال اوكي 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 انا على بالي اوكي مو زي تشكيله او مدرب لا لانه تشكيله تنبني كذا تنبني رأيك عشان كذا انا انا تبغى بس كل شي جاهز لا انا جاهز انا بلا جاهز طب يلا عمر عندك والله موضوع كاسترو إلى الآن أريد أن أقول كاسترو بره ثانية بس بنفس الوقت أريد أن أقول خيسوس بالتبديلات التبديل ميشيل هذا بس أني أقول كاسترو على الكرة الحلوة التي يقدمها أنا أقول كاسترو رغم أنه مع أنك جيت في بداية معجب المستوى أريد أن أغير كرة حلوة وأنت بكيف أنا بالنسبة لي أشوف شاموسكا الذي يلعب بالتعاون والذي الآن هو ثاني مع فرق الأهداف بينه بين المتصدر نادي الهلال هذا مدرب يستحق أن يكون مدرب جولة عنده سلسلة عدم خسارة صح يا أبا معاذ؟ 12.4 اليوم دعنا نكون واقعين بعد هو يستحق شاموسكا بس رأى جولة مش فترة رأيك عدي جواب فلسفي نون لدقيقة 55 تنفع؟ والله العظيم ترى أنك تلعب 6 لعبين في 18 ملعب الهلال ياخد تخلي سافة يخرج الكرة بالطريقة هذه ترى مو أي واحد يسويها مو أي واحد يعني فهمت؟ بس ما يستحق خلاص بروح مع شاموسكا إذا 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 شاموسكا واحد كاسترو وإنت مشكل مشاوي أنا أروح مع شاموسكا صحيح شاموسكا يستحق صراحة لأنه نقدم شيء ومع مهاجمهم اللي يمشي وتوامبه واليوم حضوره في الملعب بالثوب هذا نسحب منه مثل الفل هذا بالضبط صراحة شاموسكا أنت راه أنت عليك في أول حلقة هذا أتمناه في الاتحاد اليوم قبل بكرة الله أوك تصريح قوي ورب البيت هذا اللي حيلعبنا الكور اللي ما ننساها هذا طيب أفضل حارس من تشكيلة توقع واضح لقلها حارس أفضل حارس حارس توقع واضح من أحد عنده اعتراض ياسر عادي خلاص جث عليه أخذ أفضل أفضل ثلاث أهداف أحد جاهز أم أبدأ أنا جاهز أنا جاهز هدف هدف مترو الأول وهدف بنزيمة الكعب والهدف الثالث اللي هو هدف الحزم اليوم من سجل أعمر شفت الهدف ما لحكت من سجل هدف الحزم شفت هدف الحزم والله ما شفت عمر اي 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 ما نجمع تزديد اللي من برا ما نعرف اسمه معاد تخبر اسمه باداموس ايش باداموس باداموس هدف جميل صراحة هداف الاتفاق باداموس باداموسي ديمبلي هداف الخليل الشباب ما شفتها مترو هنا مترو بنزيمة باداموس انا نفسه وفي نفس الوقت اقول يعني ديمبلي ترى الهدف الثاني الاتفاقي يجي ما شفتها والله كلها كنترول هندرسون كنترول وانها جمالية شي خرافي اختار باداموس ولا ديمبلي ديمبلي استهدت فاق عمر باداموس ولا ديمبلي انا نفسه خيارات معان لان نشوف الصدق الجولة هذه الخيارات محصورة شوي بالله هلال التحدي فيها هدفين الجولة اهداف كثيرة جمالية محدود يعني هذي الهلال هدف متروفيتش بنزيمة وخلهم على جنب هذي مضمون في القائمة صح بس هدف الحزم وهي حلوة هدف حلو يعني شويتم برا بس الناس لوقت هدف هدف هندريسون مع ديمبلي هدف خرافي هدريسون ترى ناقل الكورة من وراء من قدام خط المرمى بشوي ديمبلي بترويض واستلام ولا اروح اروح مع معا ابراهيم طبعا هدف متروفيتش هدف بنزيمة الكعب اوه اذا تثق فيني لا لا ما شفت فماهي ماهي ماهي ناقل ثق فيك وقل يعني يعني اللي شفته أنا في المباراة يعني ممكن نقول هدف سالم برضو ويدخل في هدف جولة يعني الأسلوب اللي نلعب فيه الهد والتحضير لسالم حبيته يعني ثلاثة هداف عندك ما طلعت ميكليزي وإنها هي مباراة الجولة بصراحة هدف ماكس كنوية أنا أروح مع هدف الكاميرا لا تنقبل يا أبراهيم أنا أروح مع ديملي زايد بنزيمة وميتروفيتش هذه أفضل ثلاثة هداف أنت قاعد تراجع أنا قاعد أشوفه مري بص طويل ها في البعيد ترأيت لا هدف سالم عادي اشتغل معي طيب هذه أفضل ثلاثة هداف في الجولة أفضل 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 لاعب أفضل لاعب الجولة هذه يشعر واضحة صح متروفيتش واضحة صح صعبة صعبة ليش في اسمها كثير والله مترو بالنسبة لي مترو ومحسونا وماذا تسمى كثير نتعلم نتناقش مين مين تقول مترو ما فيها واحد اتنين يا أخي كليسيكو ولا دون لا لا كليسيكو ما عليش كليسيكو لا تقول الدون تستغل على العاطفة لا مترو كليسيكو قمة رجع الفريق أكثر من مرة للتعادل ماذا دعوة يا جمهة الخير ماذا دعوة يا جمهة الخير ماذا فيك زعل طيب وقدام قروهي اللي ما أربع مباريات ما استقبله ولا هدف حلاوة الهدف سرايك عمر والله شو صادق متروفيتش بس أنا أنا أميل كريستانو شوي عاطفيا لا شوفها عندك لا أكثر بس تجيوه أكثر من صنع كلم بأرقام بس متروفيتش ما أكثر أقاوم جولة يا مش الفترة راهيم فابينو والله حق استهلي 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 أنا لعب الجولة ايه هنا ناس طبعا آراعي الأسماء هذه سوي مجنون ياسر صراحة بأميال متروفيتش على قروهي هات تريك في كلاسيكو الهدف الأول وجه ظهرك للمرمى كيف هداف النست الرؤي يا أخي يعني متروفيتش و يا أمي ما لقى مدافعين أرحل عني بس كيف ما لقى مدافعين لا 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 أسمع 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 لا تقلم من هدف لا لا تقلم من تبلغون طب أسمع أسمع اوه اوه أنا أتكلم عن جمالية هدف على استعداد لتسديده بالطريقة هذه بالتركيز هذا بالركنة هذا صحيب السؤول هذا هداف هداف اختلفنا محمد هو 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 إنه ما فيه دفاع في الاتحاد بالقوة هذه أنا معاك إنه لعب عند عمر هساوي ومدلة أنا معاك ولكن هذا الشيء ما ينكر إنه اللاعب سوى شيء شوف إبراهيم يعني بصراحة أمس أمس لما مدلة وعمر يدخلون فيه وطيحون اثنين وهو واقف هذه بحد ذات يعني توضح لك قوة لاعب وكيف قاعد يلعب بنفسيات لعيبة وكيف قاعد خارق هو أشوف يعني ما له حل بدنيا تفوق فهم الفكرة بدنيا تفوق حتى ذنيا أبدأني فيه فرصة جاية لنكون فابين هو نجم لا لا فابينيو بس مشيها الميت ضرورة شباب لأنه أنا شوف ليش أنا قلت فابينيو لأنه الكت والقطع اللي قاعد يسويه تحولات ليس قطعت والله أنا ملك أقطعه ولكن لا قاعد يقطع ويعطيك فرصة طيب في الهدف الأول مترو ليس بس الانهاء لديتر حق إن شاء الله في تيك توك ينتبه معنا اللي قطة هذه ولازم الناس تشوفها مترو كان معاه مدلة أعتقد إن شاء الله إذا ما أنا بغلطان مدلة قبل ما تأتي الكرة من سعود مترو أخذ خطوة للأمام راح معاه مدلة حط يد اليسار وده مدلة هناك رجع استلم مساحة مترين أسوي فيها اللي يبغى وبعد كذا أنهى مو بس الانهاء كان صعب حتى أنك تلقى لنفسك المساحة هذه وتكون مرة مرتاح فيها فمترو جسديا وذهنيا وذكاء وآي كيو وفهم لعبك ونت مو مواجه المرمى أصلا ياسر الجسم مو مواجه المرمى ترى صعبة ترىها يعني جاية في الفراغ من سعود عبد الحميد بطريقة شبه عشوائي عشوائية مو شبه عشوائية لأنه يبغاها السافتش اللي سافتش تندخل وصل حول ذي الغلطة إلى طيب يعني 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 فابينيو بالنسبة أنت فابينيو أنا مترو مترو طيب في مقترح أفضل لعب واعد يكون يعني مثلا توقع الجولة اللي راحت أو اللي قبلها مع ذفقهي كامل لعيب الليل في معدل عمر لازم نلعب عليه أشوف أنه لعيب اللي ماذا أخبص كده واحطي يعني فيه في نوافى الصعدي فيه بالسامح ريدي لا لعب فيها لا نتكلم هذه الأسماء اللي هي جائزة أفضل لعب واعد شهر أوغسط أربع لعبين ثلاثة منهم من التعاون المرشحين لها كان عبد الملك العيري وفقيهي وفي ملك أخذها أي ومحهم واحد ثالث أنا ما عرف منه ونسيت والله كله من التعاون ثلاثة من التعاون ثلاثة من التعاون هذا لك أنا أفضل مرشحين فما عندكم من أنتم مجهزين 24 تقول لي أفضل لعب واعد 23 أو 24 سنة تقول لي أفضل لعب واعد هي تعتمد على العمر هي بصراحة لما كانت تحت 18 سنة لا تقول لي لعب واعد صح بصراحة 20 20 فهمت فهذا المقترح الله يا أخي مدقنين العيادة تقول لي أفضل لعب واعد عادي يا ظهري اليوم مدقن 18 سنة من هو النخلي لا أظن عمر ثمانطاحش يا أخي اللي يصير الوقت من براه ليس شرط صدق يقول لي من قلت له عمر ثمانطاحش توقف ساعة خلاص 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 تفرد طيب أنا لا أنا أخذ 21 21 نأخذ منهم أسجن 21 21 21 يعني أخي يعني إيش وعد يعني يا أغراين مرة داخل يوم أخير أن تواعد لا يا محمد أوكي 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 أحترم وجهة نظرك أوكي أحترم شكرا أحترم وجهة نظرك عموما من الحلقة الجاية سيكون فيه أفضل لعب واعد تشوف عمره وتراجع أعمار اللعيبة الجينية تحاسب معاك لا بس أنت علمنا العمر من إله خلاص هو ما يبغل لـ 18 خلاص اختاره احنا نختاره 25 لا نحن نشوف واعد منطقية فرضا أنا أقول لك لا فيه لاعب واعد تهوى أول مرة هذا مثل نواف الصعدي مثل معاذ فقيه مثل أحمد ليس أحمد بحسين مثل مين هناك أسماء مع الأهلي بسام كم عمر بسام حراجي 22 سنة لا أعرف عموما هذا مقترح جتة لماذا نضع جتة 20 قلنا أنه جائزة يفوس فيها مقترح ثاني يا كثرة جاء باري الآن يعني قصدك أن مقترحات هل ندل أننا نتعجب لا 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 نعمر متابعين والله نعرف أنها اختراحات لا والله متابعين والله فيه مقترح أن يكون فيه أسوأ شيء في الجولة أسوأ شيء ممكن يكون مدر أسوأ حدث لا أسوأ حدث لأنه ممكن يكون شخص فهم فهو أسوأ شيء في الجولة كان ما أسوأ شيء مدرب جمهور حكم حدث حدث معين ملعب أنا عندي حدثين فهم فإذا أنتم جاهزين أنا جاهز عجبكم المقترح ما رأيك أنا جاهز عجبك إبراهيم صاح اشتريت عمر أنت تكلمت عنه بدأت الحلقة ما رأيك هو أي شيء مفتوح أي أسوأ شيء لا حتى ممكن يكون موبس في الجولة في الأسبوع يعني عالي فزبط ليس في الجولة لم يرى الجولة ممكن يكون مدرب ممكن يكون مدرب أنت بالنسبة لك تقول نونو فهمت أنه هذا أسوأ شيء في الجولة كان بالنسبة لي فأشوف هم قاعدين هم كذا لثنين دول اشهر جئتهم أنا فاهم يا أخي أتمنى تطلع في الأيدي ذلك المرة تطلع لا تقول هيا هيا أحمد صلعهم طيب نبدأ من الآن أسوأ أسوأ يا أخي تضيع الوقت لعيبة الفتح أسوأ حدث شيف تالس الجولة هذه تحياتي يا أخي دقيقة 60 دقيقة 60 الكورة طلعت كورنر صار سوء تنسيق باللعيبة الفتح ثلاثة طاحة طيب شباب واحد يطيح بس يعني البقين يخلونه للسبعين الثمانية ثلاثة طاحة أوكي أوكي تضيع الوقت والله العظيم يشوه هذا أرجوك معاد أحتفالية أحمد شرحيلي قدام جمهور هداء أوكي أوكي عمر الطبل والمايكات اللي في الرابطة خاص وقفوا وقفوا مع الله أزعاج أزعاج إبراهيم الحكم لما نوقف المباراة الهلال والاتحاد شهانة للععاب النارية وقتل أول ثلاث دقائق فيها لكن المباراة رجعت يعني تصرف حسيته سيء في الجولة ما في داعي يعني بالغ كلاسيك كبار ما يتأث بالغ يعني أنت جاي من قوتي مالا يعني أنت جاي من قوتي مالا مدري من فاهم يعني لا تحسس أنك ما شفت مناظر عجن من كذا فهذا كان حدث سيء أنا أروح لأسوأ شيء أنه اللي ذكرت ذوبك قوتي مالا أنه ما أدري ما معايير اختيار الحكم بس في برتغاليين في أسبانيين في في إيطاليين في إنجليز في أمريكا اللاتينية في برازيليين يعني ما أذكر سمعت حكم قوتي مالا خرافي يعني فاهم لشيء جديد ورلا كان كويس ورلا أشياء أنا مرمه سيئة جمع حلطمة والله والله وكير أنا أشوف الحكم جهيد والله وطرأ ما تدري إيقاف ممكن أكمل جملتي وبعدين تأخذ راحتك عشان بس أشرح لك مو أنه سيئ بقدر ما أنه مو حجم الحدث يعني تحس أنه ما يعرف شيء عني هذا الكلاسيكو أو ما أشرح له شيء هذا الكلاسيكو تحس برود وزايد يعني بارد بزيادة ليس البرود الذي يجعل المبارات يمشي لا البارد الذي يجعل الرتم مرة يعني كل ما تجد زي ما قال إبراهيم نفس الفكرة الشماريخ ونوقف في لحظات كثيرة في المبارات تحس معارف يأخذ قرار فيها أتكلم أتفضل أنا أتفضل أنا أنت قلت أسوأ شيء تفييت رحيلي وحقك في نهاية هي رائي فأنا أقول لك في المباراة وأنا أتابعها لم أحس هو رائي فأنا تقدر ترد على الرائي وأقدر على الرائي والجلسة حبية موروغ فأنا أقول إنها لا تدري ممكن طلب من اللعيبة أنفسهم أن توقف بسبب الرؤية أنا لا أتكلم عن الرؤية أقول لماذا أوقف لا تتكلم عن الرؤية أنا أتكلم عن الحكم في عدارة عدارة العراص زود بكليسيكو أفضلية يعني ما أعطى هنا وهنا 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 تحتاج في بعض المباريات هذه القوية الجماهيرية التي ينتظرها الناس كلها لأن يكون حكم بارد وهادي ويأخذ كل لعب على زاوة ويشرح لكل شيء وهدي الرتم وهدي الضغط والتنافسية والصدام بين العيلة برأيك كمير الرأي يا حسد أستلم رأيك كلكم ورايكم جميلة أنا بس لم أحسنت أني عندي قرارات أثرت على سيارة المباراة لا لا مو قرارات بقدر ما أنه كان قلم المناسبة أنت فكرت أي يعني أنه مهو مهو الحكم اللي يفاهم لو هيبت في الملعب بس كل بساطة كده نعتمد هذا الفقرة فضل فضل والواحد يطلع اللي شافه سيء ويعلق عليه نرجع لتوقعات الجولة اللي هي آخر فقرة توقعات اللي راحت توقعات اللي راحت نرجع نشوفها ونرجع لكم بتوقعات الجولة السادسة وزي ما قلنا كان عادة أول فريق في أرضه أوكي الفيحة الرائد الرائد الطائي أبهى أحس الطائي خلاص استوى استوى هزائم فهمت فممكن يرجع وفي حال المبارئ طائي يعني الرائد الطائي اتحاد هلال طبعا خلاص اتحاد اوكي الرياض الخدوط اتحاد اتفاق ضمك اتفاق الشباب الخليج مطرس بنيقة صح في الرياض والخليج متعادل براءة الأخيرة مع الحزم ونضيع بل انتي في آخر دقائق متعادل تسألني او لا تجاوبني تسألني تعادل تعادل التعاون الوحدة هذا يكسر عظم كل جولة نقول الجولة هذي أصعب من الثانية تعاون الوحدة هتشوف من براءه طخ 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 ما هتشوف من براءه مقفلة تعاون وحدة تيك توك تعاون تيك تاك تعاون فرق هدف كمان او اي في فقرة بنسويها بس نخلص ونقول لكم هي ونصوت عليها فتحوا أهلي في الأحساء تعادل الحزم النصر النصر عمر الفيحة الرائد ركزي عمر لازم لازم طيب فيحة الرائد يمنروح لها الرائد الطائي أبهاء الطائح الاتحاد الهلال دفاع الاتحاد هو المشكلة وهجوم الهلال هو المشكلة ايه هلال رغم عن الهلال الرياض الاخدود الرياض الاتفاق ضمك اتفاق الشباب الخليج الشباب التعاون الوحدة الوحدة الفتح الأهلي الفتح الأهلي تعادل الحزم النصر نصر 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 ياسر الفيحة الرائد الفيحة الطائي أبهاء الطائي اتحاد الهلال اتحاد الهلال قول دل الفيحة ياسر نزيمة بيلعب نزيمة بيلعب لا لا لابرح مع الهلال الهلال الرياض الاخدود هذه أكثر من برأة متعبتني تريني مخرتني الرياض الاخدود صفر توقعات لها لا أعرف الفريقين من هاريم ماذا توقعتم انتم؟ رمينا تعادل تعادل انا قلت ممكن موسونة عندك عمر توقع الرياض يلا يانك فريرة وموسونة يستهلوا الرياض الاتفاق ضمك الشباب الخليج خليج تعاون الوحدة تعاون الفتح الأهلي الأهلي الحزم النصر النصر طايا الفيح الرائد الرائد الطائي أبهى تعادل اتحاد الهلال تعادل الرياض الاخدود والله نفس فكرتك صعب مبراه في التاريخ صعب مبراه في التاريخ صعب مبراه في التاريخ انا تعرف تعادل الفتح الأهلي الهلال الهلال كلكم قلتوا تعادل خلنا نشوف هاي أول اختبار الأهلي اختبار صعب الفتح الحزم النصر النصر الشباب الخليج الشباب الخليج الاتفاق ضمك الاتفاق ضمك في الشرقية الرطوبة عالية تعادل الوحدة ضمك الوحدة ضمك توه اتفاق ضمك نحن مركز الهلال مبراه في الجولة العقب هذه توقعات الجولة الخامسة واضح التوقعات بدت صعوبة التوقعات تماما مع الشباب يعني نتكلم عن معاذ خمس توقعات صحيحة بثلاثة نقاط ياسر ستة توقعات صحيحة بثلاثة نقاط ابراهيم ومحمد اللي هو انت وعمر اللي هو هو اللي هو هو بأربع توقعات صحيحة صفر نقاط أوكي فكذا يصير الجدوى زي ما انتوا شايفين ياسر اثنى عشر نقطة في الصدارة معاذ في الوصافة بتسع نقاط حضرتنا ستة نقاط الثالث ابراهيم الرابع خمس نقاط جعفر الخامس ثلاث نقاط وعمر متذير الترتيب عطوني استئناف صفر نقاط طيب احنا لازلنا فول الدوري بس الوضع يعني بشد واضح ان معاذ وياسر شاد دين بس ان شاء الله الارهاق بيجيكم قريب ارهاق بجي من مواعد التصوير فضل طيبا طيب اذهب للجولة الجاية اللي ما ادري مين بيلعب مع مين اعطيك انا وانت اعطينا توقع يعني ماني متحمس لها اريد الدوري يوقف بعد الخسارة زي ما قلنا النادي اللي اقوله اول فارضه المأمبرة تمام ابدأ مع ياسر ما شاء الله طيب ابدأ بسم الله ابدأ بسم الله ياسر لا ابدأ مع معاذ يا جماعة خرص ابدأ معايا بالله ابدأ معاذ معاذ جاهز جاهز انا معاذ جاهز ارغب اشوفها معاذ الاخدود الاتحاد الاتحاد الوحدة ضمك تعادل الفيحة الشباب الفيحة الخليج الفتح الفتح ابهى الاتفاق الاتفاق الرائد النصر النصر الحزم الطائي تعاون الاهلي التعاون تعاون الملعب الاهلي 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 طيب عمر لحظة لحظة وش هم الهلال الهلال يا اخي وين الهلال وين الهلال بس دار الهلال وين الهلال دقيقة وش الجولة دقيقة اربع ايام الجولة 14 و 15 و 16 و 21 ماذا ؟ في شيء غلط لا 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 بس ب 21 14 و 15 و 16 طيب وين الهلال؟ طلع الهلال في الجدول عندك هلال صدارة لا أشوف طلع الهلال في المباريات لا يطالع عندي في الجدول والله في التطبيق الغريبة الهلال والرياض وين؟ في ملعب مين؟ والله ليس طالع عندي هلال في ملعب الهلال على الأرض الهلال هلال والرياض فرقة كلها في الرياض يوم كم الهلال معليش؟ يوم 15 يوم 15 شوف هذا الجولة طيب عمر تمسك عليه شيء الأخدود والاتحاد المرة لازم أجيبها صح أصد شد حيلك الأخدود والاتحاد الوحدة ضمك الوحدة طالعين من 30-30 تعادل مكة تعادل مع ضمك فيحة شباب تعادل تعادل الخليج الفتح فتح أبهى الاتفاق اتفاق الرائد النصر نصر الهلال الرياض الحلال الحزم الطائي قلت الحزم قبل شيء لا قلت الخليج الفتح أبهى الاتفاق الرائد النصر الهلال الرياض هذه وش شيء هذا الحزم الطائي تعادل الأهل التعاون تعادل افراهيم جاهز الأخدود والاتحاد الاتحاد الوحدة ضمك الوحدة الفيحة الشباب تعادل الخليج الفتح طبعا مبريات بعد سبعين يعني حسب الناس بترجع فاهم خليج الفتح الشرقي يعني عير الشرقي مع بعض فتح أبهى الاتفاق الساعة ثلاثة لاحظوا الساعة ثلاثة في أبهى اتفاق الرائد النصر النصر الهلال الرياض الهلال الحزم الطائي الطائي الأهلي التعاون الأهلي الأهلي طيب أنا بقول توقعاتي ولا جاهز ياسر جاهز جاهز الاخدود والاتحاد الاتحاد تقرب المايك بستكى الوحدة الوحدة ضمك الوحدة الفيحة الشباب الشباب الخليج الفتح الفتح أبهى الاتفاق الاتفاق الرائد النصر النصر الحزم الطائي الطائي الأهلي التعاون الأهلي الهلال الرياض الهلال لا أخبط أنت جدول غير عن جدولي ولأخبطتنا والحد المتحد يقال لي يقول لي يا أخوي أتعاون هذا تطبيق للناس الهلال الله ما علي الاخدود الاتحاد الاتحاد أنت تبدأ من الاسار هنا في التطبيق هذا الاسار هو الصديف الضيف الاخدود الاتحاد الوحدة وضمك الوحدة الفيحة والشباب الشباب الخليج والفتح تعادل أبهى والاتفاق أبهى والاتفاق أبهى أبهى طيب الرائد والنصر النصر الحزم الطائي الحزم الطائي تعادل الأهلي والتعاون من أهلي الهلال الرياض الهلال الرياض الهلال عادي غير توقع list benim لا أنا 낳ال غير الشباب غير الأهلي والتعاون قلت إلى أهلي وأنا أقول التعاون بفوص لا أنت قلت schools بالتعاون السمور التعاون لا ما بعد أنتهى الحلقة تعاون على الجد والحق مرحب تمرة ثانية وتشغلنا واخر تخسر بعد انت كاتب تنبيه في الحلقة اللي قبل عادي يعني الموضوع طيب يعني نرجع نعدلها نعدلها التوقع حق معاد الأخير اللي هو من الأهل التعاون توقع التعاون خلصنا كذا صح معاد فيك شيء تقوله عادي يعني ده لا بس خلاص تصويرنا إن شاء الله اشتراك سبسكرايب لايك شير الهدف الخامس حق النصر قوي صح النوم إبراهيم خلصنا أفضل ثلاث هداف صح تطراه يعني وش رهدف هقماني في الطريق هقماني هقماني لا الظهر هجمال اللي مبنت لا لا هكذا الكتاكل اللي اللعبت من ورا ما يخالص فلس دمبلي يا أهداف دمبلي عزيبة ديك العازي إبراهيم لكن نقول لا تنسوا المشتراك والنشر والفضل والتعليقات أطونا تشكيتكم أطونا توقعاتكم واقتراحاتكم عشان معاد ترى مرة يحب للاقتراحات اشترككم إن شاء الله جاء الله خير جمال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة